سيد سيدروف يعني ربما المسألة الأهم بالنسبة لروسيا ليس الانتخابات بحد ذاتها ولكن مرحلة ما بعد هذه الانتخابات ما هي الرؤية الروسية لقلب الصورة لناحية التطبيع السياسي والتطبيع الدبلوماسي المطلوب مع دمشق والنقطة الأهم أيضا إرسال أموال لدعم إعادة أعمار سوريا نعم لا شك بأن روسيا محتمة بما سوف يكون عليه الأمر وبما سيحدث بعد الانتخابات ولكن إذا سمحت لي بملاحظة صغيرة وهي أنه شكليا إذا نظرنا هذا الموضوع الانتخابات الرئيسية في سوريا من الناحي القانونية المحوى بالنسبة للقوانين السارع المفعول في سوريا فإذا مثلا قرر الرئيس الحالي بشار الأسد تغيير موعد انتخابات أو إرجائها أو تأجيلها لموعد آخر فهو بذلك يخالف الدستور الحالي المعمول به في سوريا ومخالفة الدستور تعتبر بمثابة أساس قانوني لفتح الملف الجنائي بحق الرئيس الدولة يعني بالتالي نحن أمام مأزق دستوري بينما يطالب خصوم بشار الأسد بضرورة تغيير موعد هذه الانتخابات وإجراءه إلى بعض التعديلات الدستورية أو بعض سياغة الدستور السوري الجديد والاتفاق عليه من قبل جميع الأطراف فإنه بمثل هذه الخطوة سوف يخالف الدستور وبالتالي هذا أساس لفتح الملف الجنائي بحق رئيس الدولة أما ردا على سؤالك فأنا أعتقد بأن روسيا محتمة قبل أي شيء آخر في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئيسية في سوريا بموضوع إعادة إعمار سوريا طبعا روسيا بمفردها عاجزة تماما عن التعاطي مع هذا الموضوع وبالتالي من مصلحتها أن تجذب المزيد والمزيد من الدول بما فيها طبعا الدول الغربية للمشاركة في هذه العملية وأعتقد بأن الحوار الصريح مع روسيا حول هذا الموضوع من قبل الدول الغربية بما فيها مثلا فرنسا سوف يكون ربما أمرا مفيدا لتوصل إلى حلول مقبولة لدى جميع الأطراف وبالتالي سوف يكون بالإمكان استنادا إلى التوصل إلى هذه القرارات وربما يجاد حلول ما المضي قدما في إطلاق عملية سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات وبالتالي البدء بإطلاق عملية إعادة إعمال سياسية إذن تتحدث عن فصل المسارين المسار الدستوري و22 و54 والمسار الانتخابات الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر